السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سريعا سيارة كانت الفكرة اراجع في المؤتمر لانه خلصنا الان فقلت اراجع الثاني من الجلسة من اليوم الثاني وكان في عدة لقاءات كان منها الدكتور محمد شقيرات او اولها ولكن ليس هو ما نقدم البرزنتيشن خلينا نحكي بل كانت ام ام منار حسن من الائم سي الانترنشان ميديكي الكوربس كان الكلام عن موضوع اثر الكوفيد ناينتين على عدة جوانب منها الويل بيينج منها الكوغنيتف فانكشنينج منها العلاقات الاجتماعية منها الاجتكتف فانكشنينج وهكذا كان فيها مقدمات عن الكورونا وبعدين الدراسة اللي عملوها وكان فيها اشياء لطيفة صراحة لكن ام لعله مش راح اتكر تفاصيل فيها لكن الخلاصة كانت انه مقارنة ما بين خلال فترة اللوكداون في الكورونا وبعد فترة اللوكداون وانه كيف في اشياء فعلا كانت في فترة اللوكداون اسوأ وفي اشياء لأ كانت افضل في فترة اللوكداون مقارنة بما بعدها في فترة الحجر وكذا الحضر بعد هيك الدكتور محمود بشتاوي استاذنا في موضوع الطب نفس الاطفال تكلم عن فرط حركة شتت الانتباه فكان في شرح عام عن الموضوع اه انها باختصار هي ابروبلي من بلان يوروك اند وكيور بلان شرح عن الادي اج دي ثم طريقة التعامل معه بشكل متكامل وكان فيه نصائح ووصائح جيدة واعتقد اني لسا احتاج الشرائح اللي شرحها الدكتور اه محمود اه لها كانت تطيفة في التعامل مع اه الادي اج دي اللي بيعمل الادي اج دي يعني ما ما مدى تأثيره على الحياة اه على منجلات الحياة المختلفة اه التشخيصات المحتملة الاخرى التي قد تختلط مع الادي اج دي او التي ترافق الادي اج دي كذلك تكلم عنه ولما تكلم عن العلاج تكلم عن الملتي مودل تريتمنت انه العلاج الادي اج دي يجب ان يكون متعدد المجالات وليس الاعتماد على شيء واحد فيه بعد ذلك الدكتور نادر اسمادي تكلم عن اللي هي خلني احكي الاسعافات النفسية الاولية وفيها عدة وصايا كانت لطيفة اه يعني خلاصة اه خلاصة اه المبدأ العمل فيها هذا في تفصيل مش رحش رحو حاليا لكن الفكرة انه كانت فكرة انه هاي الفرست ايدز الاولية لأهلمي النفس ممكن اه اه السعافات النفسية الاولية ممكن تعلم للناس بشكل عام مش بالضرورة حتى تكون للمختصين وممارستها تكون ان شاء الله سهلة وتعين ولكن ليست بديل لليلاج النفسي بطبيعة الحال اه بعدين اه 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 الدكتورة اليمامة طراونة تكلمت عن الموتيبيشن الانتربيوينج تكلمت عن الموتيبيشن الانهانسمنت تيرابي اه فتكلمت بشكل عام عن قصص الموتيبيشن اقصد اللي هي اه ما بعض كيف تترجم لكن المساحات التي يستخدم فيها التحفيز والدافعية يعني تحسين الدافعية عند المراجعين انه انه اه انه يتعالجوا هذا خاصة في حالات الادمان لانه هي اه كانت دراستهم حول هذا الامر وتجربتهم في استخدام هذا في في اه الناس اللي عندهم ادمان تمام بعدين انا ما مش متأكد اذا راحت عليه اللي بعدها لكن دخلت كانت الدكتورة داليا الحوراني بتحكي عن اه الجوانب المختلفة خلني نحكي العوامل المختلفة اللي بتأثر على خلني اسميه الاسكيزوفرينيا يعني متعلقة بالفنكشناليتي لمرضى الاسكيزوفرينيا وايش العوامل التي تجعلنا نتوقع انه تمام هذا مريض اسكيزوفرينيا امور راح تكون كويسة هذا راح ينتكيس هذا منحتاج له دخول مستشفى هذا منحتاج له اه كده وان كان مش توصيات بهذه الطريقة لكن العوامل المختلفة التي تؤثر تمام الى اي درجة يكون الفنكشنينج عن مرضى اسكيزوفرينيا كويس بعد الخروج من المستشفى في حالة طالة دخل المستشفى في حالة انه كان بياخد ادوية في حالة كان مطلق في حالة كان متزوج وهكذا بعدين كان ختام الجلسات اه ميسك الصحيح كان مع الدكتور يوسف مسلم اه كانت محاضرة لطيفة جدا حول الموضوع بالمنع النفسية وبعيدا عن اه لون السلايدات والخط اللي في السلايدات اللي ممكن يكون عندي تعليق عليه لكن اه ما شاء الله يعني انا اذا في محاضرة عجبتني في هذا المؤتمر فهي محاضرة الدكتور يوسف او اه ما طرحه الدكتور يوسف مسلم اه وطرح فيه يعني وخلال الكلام طرح عدة امور اه تعالج عدة اشكالات عند النفسانين وطبعا اسلوبه كان كثير طيب واعتقد انه كان متقبل وقوي يعني مثل يقول لكن متقبل من البقية يعني فكان من ضمن الامور التي طرحها بقوة انه فعلا احنا دائما نحكي انه دورا روحانية ودورا روحانية لكن اذا اجينا انطبق هذا عمليا تجد انه فيه اه قل ما يتم تقبل ذلك وهذا خاصة لما ذكر ابن القيم في سياق كلامه اه كواحد كواحد من مصادر المادة التي تكلم عنها ام اعجبني لما ايضا طرح موضوع الاكتئاب المقاوم للعلاج وتكلم في كلام يعتبر مفاجئ وصادم للاطباء ولو كنت انا طبيب لا اعرف ام يعني ابن قسل لو كنت من ضمنها الاطباء التقليديين المعد رأى لهذا التوصيف بس يعني عندي قصور في المعرفة اه حول الساكوثيرابي واثره وحول اه النظرة الشمولية التي ننظر لها راح اتفاجأ من هذا الكلام واستغربه واستهجنه حتى ايش هو اللي هو كان ما تكلم عن التريتمنت رزيستن ديبريشن الاكتئاب المقاوم للعلاج الدوائي انه هل ممكن انه المنع النفسي يتساعد في احنا في الادوية يادو بيشتغل فكيف المنع ممكن تشتغل عليه فالدكتور طرح انه لا هذا اله دور طبعا كثير من الاطباء قد لا يطلع على كثير من الابحاث لكن هو كان انا كان لو كان معي وقت اني اعلق كان في بيبر اعتقد الفين واثنين وعشرين جديد بالا 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 اه المجلة الطبي مجلة الطبي النفسي الامريكية فيها حول الموضوع اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو فعلا يتم اغفال العلاج النفسي غير الدوائي عند هؤلاء المرضى مع انه ممكن يساعد بشكل جيد المهم فالدكتور بعدين نتكلم عن المنع وتفاصيل فيها وحول اكتساب المنع التحمل المرونة تأقلم التعافي ونقل من كلامنا القيم حول موضوع الارادة وعرض عدة نماذج كثير منها هي عبارة عن يعني لم نحكي اه فاجأ الناس بها يعني خلينا نحكي اه فالله يزيل خير طبعا نتفق في اشياء نختلف في اشياء هي قصة ثانية بس انا انا بحكى عن المحاضر اليوم اه بس نيخلصنا في نهاية طبعا المفروض كان في اه طبعا في محاضرات ما تمت او لقاءات ما تمت كان في موضوعات المفروض تطرح لم تطرح كان ايضا مكتوب انه في ديسكورشن ما تم ما اصر في ديسكورشن ولا ما يحزنون يعني بات كل واحد من هذه اللقاءات ما تم نقاش شيء ولا سؤال ولا جواب ولا ما يحزنون اه وبيحكوا انه هذا يعني رح يكون في الفين واربع وشرين مؤتمر ثاني على خير ان شاء الله فان شاء الله خير يعني في عدة فوائد طلعنا فيها يعني واحدة من هاي الفوائد اللي لم اكن متوقعها الصحيح انه في عدة اه شخصيات تعرفت عليها اه بعض الناس بعض المؤسسات ايضا تعرفت عليها كمستشفى والعمق ويعني وممكن يعني ربط علاقاتنا وعما بمستشفيات تعمل في الطب النفسي وايضا حتى تبعون الادوية والشركات الادوية وهكذا بس الله يشترنا ما ان شاء الله خير بس ايك نسل الله عز وجل للتيسير والسداد والرشاد والثبات والهدى نسل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفسي لا تشبع وعيني لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم امين السلام عليكم